اشتركوا في القناة ان يثبت بعض نفسه طب لماذا يثبت بعض نفسه ده هو يريد ان يثبت النفس قال لا عاصل تثبيت النفس امران تثبيت النفس من ناحية المال وحبها للمال وتثبيت النفس من ناحية انه يجود بها للدفاع عن الدين يعني اذا اكتكد يعني في القرآن الكريم يعني جاهدوا باموالهم وانفسهم الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم فاذا تثبيت النفس يكون على وجهي على وجه المال فيجعلها مطبوعة على الكرم وعلى اخراج حق الله وبذل الروح في سبيل الله اذا بذل الروح هذا تثبيت ايضا تثبيت انظر الشاعر الذي كان يقول اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحكي لن تراعي فانك لو سألت بقاء يوم على الاجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي يقول لنفسه يثبت نفسه في المعركة يثبت نفسه في القتال فاذا التثبيت امران تثبيت من ناحية البذل بذل الاموال وتثبيت ايضا من ناحية بذل الروح فلما كان هناك امران بهذه الصورة قال من انفسهم لان الموجود هنا هو تثبيت في المال وهو جزء من جزئين من امرين اثنين هكذا كانت من للطبعيد وبعضهم يقولوا انها للبيان للبيان اي وتثبيتا يعني مبينا لانه من جهة النفس من جهة النفس هذا يجوز وهذا يجوز انظر الى تعبير القرآن فتعبير القرآن فيه دقة فيه دقة لانه يعبر كأنه حين عبر وقال من انفسهم فهمت ان الانسان يجود بالمال ويجود بالنفس يجود بالامرين بالامرين فالجود بالمال جزء والجود بالروح جزء اخر اراد القرآن الكريم ان يضرب مثلا للمؤمن الذي ينفق المال في سبيل الله او للمؤمنين الذين ينفقون الاموال في سبيل الله وبرضى الله ولرضى الله ولوجه الله وثبتوا انفسهم ما مثل هؤلاء لانه ضرب مثلا قبل ذلك للذين يؤذون بالمن يؤذون من يعطوه او يمنون عليه وبين انه لا ثواب لهم فاراد ان يبين هنا ان المؤمن الذي ينفق ما له ابتغاء مرضات الله ولا يمن ولا يؤذي ولا يفعل شيئا الا لرضى الله لهم مثل ايضا اراد ان يضرب لهم مثلا المثل الذي ضربه للمؤمنين يعني ان ثوابه هم عظيم والقرآن يضرب امثلة من واقع الحياة ويضرب امثلة حسية ليمثل بها الامور المعنوية فمعروف ان ثواب المنفقين الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ثواب عظيم اراد ان يوضح هذا بصورة محسوسة وهذه البلاغة فالبلاغة الاضاحة فاراد ان يوضح كيف يكون ثواب المنفقين ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كيف يكون شيئا عظيما فقال مثلهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل كلمة الجنة في اللغة العربية تطلق على البستان الحديق صحيح خصصت في الاسلام بالجنة الرضوان التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة ونرجو ان نكون منهم ان شاء الله فأذي الجنة التي ارادها الله سبحانه وتعالى ولكن الجنة في القاموس في اللغة العربية تعني البستان البستان الحديقة الحديقة الناظرة المزهرة فهو يقول كمثل حديقة او بستان بربوة الربوة هي المكان العالي وعادة الخضرة والاشجار والثمار قد تكون على منطقة سهلة من الارض وقد تكون على منطقة مرتفعة عادة العرب يعلمون ان الجنة وان الاشجار اذا نبتت فوق ربوة عالية تكون اكثر نطقا وتكون اكثر انتاجا هكذا هكذا يقولون فلذلك ضرب الله تعالى هذا المثل فقال جنة بستان على ارض مرتفعة يعني معناها انه مثبر وان اشجاره ناظرة وجيدة وهكذا اصابها وابل الوابل كما ذكرنا هو المطر الشديد المطر الشديد النزول فهذه الحديقة حينما ينزل عليها المطر الشديد تؤتي اكلها اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين لان معروف ان حياة الشجر وان حياة الزرع هو الماء الماء هو حياة كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي فاذا الاشجار والزرع اذا انت رويته وسقيته بماء مناسب ينتج احسن اذا انت لم تهتم به وكنت مقللا عليه في الماء ينتج ثمر اقل اذا لم يوجد ماء تموت الاشجار وتموت الزراع كما نرى في الصحاري فالصحاري لا نبت فيها لماذا لعدم توافر الماء لكن حين يتوافر الماء تنتج تنتج اصابها وابل فهذا البستان بستان عال فوق ربوة من الارض وفيه اشجاره وفيه كذا ونزل عليه المطر الشديد فآتت اكلها ضعفين الاكل الثمر الذي ينشأ الثمر ضعفين الضعف الضعف في اللغة العربية هو المثل المثل حينما اقول مثلا انتجت هذه الحديقة ضعف ثمرها يكون مرتين لما الثمر الاصلي مرة والضعف مرة اخرى فكأنها تنتج ثمرا مرتين هذه مرة الاصل والمرة الثانية الضعف والضعف قد يمتد يعني الضعف هو المثل مع الزيادة قابل للزيادة يمكن ان يزيد اكثر من ذلك انظر الى كلمات اللغة العربية وفصاحتها حتى تفهم القرآن الكريم فالضعف هو المثل والضعفان قال الضعفان هما المثلان فاذا قال هنا في الاية انها حينما ينزل علي المطر الشديد على البستان او على الربوة تنتج ضعفين يكون معنى ذلك انها تنتج ثلاثة الانتاج الاول واحد الضعفان اثنان فتكون اصبحت تنتج قدر ما كانت تنتج سلاسة مرات سلاسة مرات اذا الضعف هو المثل والضعفان مثلان يضاف المثل الاول والمثل الثاني الى اصل الانتاج الى اصل الانتاج فاصل الانتاج واحد اضيف اليه ضعفان ضعفان فيصبح ثلاثة سبحان الله يعني كأن هناك حديقة هذه يفترضها الحق سبحانه وتعالى وهو افتراض صحيح لأنه يحدث يحدث في الدنيا فحديقة وعلى مكان عال ونزل عليها المطر الشديد تنتج سلاسة تنتج الأصل وتنتج ضعفين بعد الأصل بعد الأصل فانظر إلى كلمات اللغة العربية ثم بعد ذلك إن الضعف يمتد فيمكن أن يكون الضعف أضعاف مضاعفة يمكن أن يمتد إلى أكثر من السلاسة فيكون أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية كما سمعنا وقرأنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فالضعف الواحد يمكن أن يزيد ويزيد ويزيد إلى أضعاف يعني ليس الضعف المثل فقط وإنما المثل وزيادة وزيادة يمكن أن تمتد على ذلك هذه حديقة مثل بها الحق سبحانه وتعالى للإنفاق الذي يصدر عن المؤمنين ابتغاء مرضات الله وتثبيتها من أنفسه حديقة ومزهرة ونزل عليها المطر الشديد فأنتجت ثلاثة هذا شيء جميل جدا فإن لم يصبها وابل فطل الطل هو المطر القليل يعني أحياناً ينزل على هذه الحديقة مطر لكنه قليل ومع ذلك تنتج طالما أن الماء على قدر حاجتها وإن كان قليلاً إلا أنها تثمر وتنتج ضعفاً أيضاً يعني كأن هذه الحديقة نريد أن نتصور حديقة وهذه الحديقة نزل عليها مطر شديد أو نزل عليها مطر قليل فهي تنتج ثلاثة أضعاف تنتج سواء كان المطر كثيراً أو كان المطر قليلاً طيب هذه صورة الحديقة صورة حديقة ونزل عليها المطر وأنتجت ثلاثة من الاثمار الأصل ثم زيد عليه أشياء إثنان إثنان سواء كان المطر شديداً أو كان المطر قليلاً قال هكذا يكون شأن المنفق الذي ينفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من نفسه يضاعف له السواب يضاعف له السواب بدل يعني هو أنفق جنيهاً يأخذ ثلاثة جنيهات أنفق درهماً يأخذ ثلاثة دراهم أنفق ألفاً يأخذ ثلاثة ألاف أنفق مليوناً يأخذ ثلاثة ملايين من السواب كأنه كأن المنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم يضاعف له السواب أضعافاً مضاعفاً كما ترى أنت في حديقة على مكان جميل فيه نضرة نزل عليه المطر الشديد أو القليل فأنتجت ضعفين أنظر إلى الصورة الحسية وأنظر إلى الصورة المعنوية الذي ينفق المال يضاعف له التواب مثل ماذا؟ مثل هذه الجنة هذه الحديقة التي نزل عليها المطر بهذه الصورة فأنتجت سلاسة أضعاب فكما تضاعف ثمرات الحديقة يضاعف الثواب للمنفق إذا كانت نفقته لوجه الله وإذا كان ذلك تثبيتاً من نفسه أنظر إلى الصورة وضحت وضح ما ضربه القرآن من مثل هو مثل ضرب هنا مثلاً للذي يأخذ الثواب الجزيل وهو المؤمن الذي ينفق ما له ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من نفسه بعكس المنافق الذي ذكره قبل ذلك وهو ينفق ما له رئاء الناس فقال عنه إن مثله كمثل صفوان عليه تراب فنزل المطر الشديد عليه فأزال التراب فلا ثواب له مطلقاً فالذي ينفق رياءاً لا ثواب له لكن الذي ينفق ابتغاء مرضات الله يحصل على ثواب جزيل وأعتقد أننا في حاجة إلى هذا الثواب لأن حياتنا هذه هي أيام معدودات وننتقل إلى الحياة الأخرى وسوف يحزن الإنسان على أنه ترك وقتاً لم يفعل فيه شيئاً صالحاً سيندم سيندم وقالوا كما سيأتي أن نتحدث إن الرجل أو الإنسان إذا مات ندم ندماً شديداً على الوقت الذي مر دون أن يعمل الصالحات ندم أنظر إلى الصورتين أنظر إلى الصورة الباهتة صورة صخرة عليها تراب نزل عليها وابل فمسح التراب من فوقها فلا شيء عليها وكذلك المنفق رياءاً لا ثواب له والمنفق الذي يمن على الناس أو يؤذي الناس بنفقته لا ثواب له أنظر إلى الصورة الأخرى المشرقة صورة جنة نزل بربوة ونزل عليها المطر شديداً أو قليلاً فأنتجت أضعافاً مضعفاً أنظر إلى هذه وانظر إلى تلك واختر ما يحلو لك وأعتقد أن الذي يحلو هو أن نكون من المنفقين الذين ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسه يعرض الشيخ الزمغشري أيضاً وجهة جميلة في قوله أصابها وابل مطر شديد فإن لم يصبها وابل فطل فقال لا ده هذا يمكن أن يفهم ونحن قلنا المعاني كثيرة في القرآن معاني كثيرة فقال الشيخ أنه من المحتمل أنه يريد أن يقول إن أنفقت كثيراً أخذت وإن أنفقت قليلاً أخذت يعني لا تستقل الصدقة تصدق ولو بشق طمرة ولو بشق طمرة أنت قد تستقلها تقول ده هي شيء قليل فكيف أتصدق بهذه كيف أصدق بقرشة أو مثلاً بربع جنيه أو بنصف جنيه ده هذا شيء قليل أنا أولد أن أصدق بمال أكثر تصدق بما معك قليلاً كان أو كثيراً فيقول الشيخ إنه ضرب مثلاً بأصابها وابل عن البنفق كثيراً فإن لم يصبها وابل فطل يعني يمكن أن ينفق الرجل على قدر استطاعته وإن كان شيئاً قليلاً فله عند الله ثوابه مضاعفاً أيضاً هذا أيضاً من المعاني الجميلة في الآية الكريمة والله بما تعملون بصير دائماً ختام الآيات يرتبط بمعاني التي ذكرت فذكر قبلها صورة للمنفق رياء وصورة للمنفق ابتغاء مرضات الله الله تعالى يعلم صورة المنفق رياء فيحرمه من الثواب ويعلم صورة المنفق ابتغاء مرضاته فيعطيه جزيلاً من الثواب إذن والله هنا بما تعملون بصير يعني إذن يحرم المرائية من ثواب الصدقة ويعطي الذي ينفق ابتغاء مرضاته الثواب العظيم ضمن لكل ما كان في نيته وما كان في عمله ولذلك عليك أن تقرأ نهايات الآيات بعمق لأن معنى أن الله تعالى بصير أنه سيحاسب إذا قال لك سميع عليم بما تعملون بصير يعني هل يريد مجرد السمع ومجرد العلم ومجرد البصر لا يقصد ما وراء ذلك فما وراء ذلك ما دام أنه يعلم إذن سيحاسب فالحساب قادم فلينفق المؤمن ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه حتى لا يضيع ثوابه كما يضيع ثواب المنفق رياء ولا يمن على من يعطيه ولا يؤذي من يعطيه لأن المن والأذى يبطل يبطل ثواب الإنفاق فلا تكن من هؤلاء وكن من هؤلاء ده شيء جميل شيء في منطقة العظمة والروعة ويعني نحن نطلب من السادة الخطباء على المنابر أن يشرحوا هذه الآيات للناس بدلا من معظم الكلام الإنشائي الذي يقولون بعد ذلك يقول حق سبحانه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أنظر إلى هذه الآية الجديدة وهي مثل آخر يعني بننظر إلى ما يقول الشيخ في هذه الصورة الجميلة وسنذكر عدة أسباب لنزولها أولا نريد أن نفهم الصورة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الجنة كما ذكرنا هي الحديقة أو البستان هذا في لغة العرب وقلنا إن الإسلام خصصها بجنة الآخرة للمؤمنين أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب يعني هذا البستان شجره نخيل وأعناب ثم قال بعد ذلك له فيها من كل الثمرات أنت قلت أولا ذكرت نوعين فقط ذكرت نوع النخل ونوع العنب ثم بعد ذلك عممت فقلت له فيها من كل الثمرات هل هي حديقة فيها نخيل وفيها أعناب وفيها تفاح وفيها منجو وفيها كل أنواع الثمر أو هي مقصورة على النخيل والأعناب قال الاحتمال الأكبر أنها أكثر من ذلك يعني أنه ضرب مثلا بنوعين كريمين وهما النخيل والأعناب لكن الحديقة تشتمل على أكثر من ذلك فيقولون في اللغة العربية ذكر الخاص وأراد العام وأراد العام يعني كما قال في سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة فاكهة عامة انتهى الأمر لكن ذكر بعد ذلك النخل والرمان قال ذكر الخاص بعد العام فهذا جائز للاهتمام يريد أن يهتم به صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه وأراد العامة شكرا